السلام عليكم متابعين الأوفياء ومرحبا بكم في مقطع جديد وأتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال مثلا ولنفترض أننا قمنا بجمع الضربات القادية التي حققها جمال بن صديق بالإضافة إلى الضربات القادية التي حققها إسماعيل زعر لن تصل أبدا للضربات التي حققها بدرهاري ولنزيد عليها أيضا الضربات القادية التي حققها ريكو فيرهوفن جميع هذه الضربات القادية لم تصل إلى المستوى أو للضربات التي حققها بدرهاري واختيار هذا الموضوع ليس عجز مني على أن ننزل أو أشارك معكم مواضيع جديدة ولكنها الحقيقة وأيضا ولكن هناك موضوع أريد أن أشير إليه ربما ستسمعه لأول مرة ولتفهم التفاصيل وقبل ذلك من فضلك إعجاب بالمقطع وتابعنا للنهاية أنا مثلك عزيزي المشاهد أرشح جمال بن صديق إن شاء الله أن يصبح ملك كيك بوكسينج بلا منازع ويصل للقمة ويتربع على عرش كيك بوكسينج ويفوز باللقب العالمي للكوان وكذلك أرشح إسماعيل زعر لما شاهدناه من مستوى خرافي ولكن ألف انتصار بالضربة القادية سواء من جمال أو الزعر وبدون عاطفة ولنكن واقعيين وأكلمكم اليوم بكل واقعية لن يصلوا إلى مستوى بذرهار نراحل الضربات القادية لجمال أو الزعر معظمها يعني ضربات قادية بالملاكمة نجد الأسلوب عموما الضربات القادية أو اللاعب يعني الكيوان أو الكيك بوكسينج تجد تسعون بالمئة ملاكمة وعشر بالمئة ضربات بالأرجل وهذا في الحقيقة نقص في أسلوب كيك بوكسينج فتجد بذر خمسون بالمئة خمسون بالمئة رغم أن العديد من ضربات القادية كانت بالملاكمة نجاهدت نزالات بذرهار وكم من شخص أو مقاتل لم يكن أبدا يعلم معنى الكيك بوكسينج حتى تابع بذرهار وبالإضافة إلى شعبية بذرهار الكبيرة لم يحققها لحد الآن أي مقاتل رغم أن شعبية أليستر أوفريم كذلك كبيرة إلا أن بذرهار يبقى في القمة والرقم واحد في الكيك بوكسينج في العالم وحتى ريكو فيرهوفان نفسه اليوم والذي يلقى بملك الكيك بوكسينج فعشرون ضربة قادية ليست هي اتنان وتسعون ضربة قادية لم يصل أبدا لما حققه بذر رغم أننا يعجبنا أسلوب ريكو فيرهوفان انضباطه في التدريب لياقته البدنية إلا أنه لحد الآن لم يصل لمستوى بذرهار مقاتل آخرين كذلك شهروا بأسلوبهم وبضرباتهم القادية والعنيفة والمدمرة ولم يصلوا إلى مستوى بذرهار بذرهار من حيث العنف تجده في الدرجة الأولى من حيث تناسق في الدرجة الأولى أو في المرتبة الأولى من حيث ملاكم في المرتبة الأولى من حيث ضربات بالرجل المضبوطة والتي العديد من المقاطع شاهدناها وضربات قادية كانت مضبوطة من حيث أسلوب الكوان مضبوط استعمال اليد والرجل مع الركبة من حيث كشخص مقاتل لياقة بدنية من حيث عضلات يعني المقاتل المتكامل الذي يتمنى أن يكون مثله أي مقاتل في العالم وختاما أصدقائي وإلى كل شخص كان يقول أنني أكره بذرهاري هذه فرصتكم اليوم للاعتذار وتركوا تعاليق هل أنا كما كنتم تعتقدون كنت دائما أدافع عن بذر سواء في قمة عطائه أو في سلسلة الهزائم التي مر بها لكن هناك مسألة بسيطة لم يفهمها الجمهور أو المتابعين أو بعض المتابعين هي أنه عندما نبين بعض المقاطع التي خسر فيها بذر يظنون أن ذلك هجوم على بذر أو انتقاس من بذر وكذلك اليوم كما نلاحظ والدليل هذا الأسبوع ارجعوا إلى القناة ستجدون أن يعني عشر أيام تقريبا أو خمسة عشر يوم أنني نزلت مقاطع الانتصارة جمال بن الصديق وكذلك لهزيمة كهزيمة جمال ضد بيتر آرت إذن أصدقائي فأريد أن أكون صريح معكم من خلال فيديوهات والمقاطع التي ننزل أشكركم على حسن المتابعة وأتمنى أن أعطيت القيمة الحقيقة التي يسهلها بذرهاري ملك الكيك بوكسينج في الماضي والحاضر ونلتقي قريبا أصدقائي في فيديو مقبل إن شاء الله ودمتم سالمين والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة